من الحاجات الشائعة في العيادات خبوط الضغط وانخفاض الضغط وده عرض شائع ومشكلة شائعة خاصة في وسط البنات وخاصة في صغار السن يبقى ضغطهم واطي يشعروا بايه؟ بيشعروا بدوخة وزغلالة واعياء شديد جدا جدا مع المشي على وسط النهار تبقى البنت صحية كويسة وعلى وسط النهار كده وهي في المحاضرة بتاعتها وهي في المضرر تحس بهبوط شديد مش قادرة تكمل المحاضرة بتاعتها وتبدأ تهبط وعاوزة تقعد وممكن تروح في النوم وهي قاعدة بعض الناس الضغط بتاعهم واطي وهم قاعدين يبقى كويس اول ما يجي يقفوا تلاقي الضغط وتلقى الضغط لان الدورة دموية نزلت في الرجلين قلت في المخب على الوقوف المفاجئ يحصل زغلالة ودوخة وجاز الدنيا تصفر كده في عينيك لمدة ثواني او دقيقة او حاجة بعض الناس يكون لدرجة انهم يقعوا ينخفض الضغط ويقل الضغط في الدورة دموية في المخ لدرجة ان واحد ممكن لو انفج يصلي الجمعة قاعد يسمع الخطبة والامام اقاموا الصلاة واي من يقوم يصلي تحسوا للدوخة يقوم واقع في الارض التاني فده بيبقى بسبب انخفاض ضغط الدم في اسباب لانخفاض ضغط الدم همها ان الانسان ما بيشربش سوايل كتير او بيعرق وماشي في الحر وعرق شديد جدا جدا وما بيعوضش السوائل بتاعته او بياخد ادوية بتوسع الشرايين او ادوية خسية بتخسس الجسم وتقدي الى انخفاض شديد في ضغط الدم وتعمل هبوط للانسان العلاج ايه يا جماعة العلاج ان انا اروح للدكتور يقس للضغط وانا نايم وانا قاعد وانا واقف ويشوف الضغط بتاعي ايه اقوله على كل الادوية اللي باخدها ادوية خسية ادوية معدة ادوية صداع ادوية ركب ادوية مصران ادوية مرار اقول للدكتور على كل الدول انا باخده لان في بعض الاحيان بيبنخفاض الدغط ده هو نتيجة الادوية اللي احنا بناخدها لاي مرض اخر خارج القلب طيب لو الدكتور قال لي انت عندك ضغط واطي وعايزه مايجليش الدخة والاعياء بتاعي ده اعمل ايه اول حاجة نتجنب الشمس والعرق والمجهود في اثناء الجو الحر نحاول قدر الامكان ان احنا نتجنب القصة دي كل واحدة تحط في الشنطة بتاعتها ازازة مية كل ما تفتح الشنطة عشان تعمل حاجة تشرب مية يبقى بتشرب مية يعني ايه يعني بتعوض السوائل اللي هي فقدتها مع العرق او مع الحر وبناء عليه ما تقلش السوائل في الجسم وقد يحتاج العلاج ان احنا ناخد بعض الادوية بجرعات مختلفة سواء نقط او اقراص جرعة كام ونوع الدواء ايه هيعتمد على الحالة ويعتمد على تقدير الدكتور فبلاش نكتهد برضو وناخد ادوية تعلي الضغط من نفسنا معظم الحاجات معظم الاحيان بيبقى انخفاض الضغط نتيجة ادوية ونتيجة سوائل مع التدريب والتمرين والرياضة والمشي وتنشط الدورة الدموية والكثرة السوائل والاكل على فترات متقربة والاكتر من الخضار والفكهة كتير وتجنب المأكلات المحفوظة جايز يحسن الضغط ويبقى كويس من المفاهيم الصحية الخطأة فانخفاض الضغط انه لك انا لقيت ضغط واطي فقلت اشرف انجال قهوة او اشرف كوبات نسكة فيه عشان تفوقني وتعملي مفهوم الصحي قاطع الانسكة فيه مش هيعليلك الضغط يعملك اسرع في نظم القلب واسرع نظم القلب ده هو اصلا القلب مع انخفاض الضغط بيدق اكتر واكتر فممكن يزودلك القصة ويتعيبك اكتر مما يفيد يعني فارجوكو بلاش الاجتهاد في الحكاية دي نرجع دكتور نحكي له بالتفصيل على كل اللي بيحصل يقسلنا الضغط وإحنا نايمين وإحنا قاعدين وإحنا وقفين لقوله على كل نمط حياتنا ايه وعلى كل الأدوية اللي حد بناخدها ايه وبعدين الدكتور يقرر لنا ايه العلاج المناسب وما تنسوش السوائل 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 والخضر والفكهة والف السلام على حضرتكم الدكتور صجياتタイ وصف موسيقى موسيقى شكرا